يسأل عن حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أتيت على قول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالت الجن لسنا بشيء من آلائك نكذب يا ربنا يقول ما معنا هذا الحديث؟ الحديث ظاهر يا أخي الفاضل هو النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ على الصحابة سورة الرحمن وبدأ في الآيات التي فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان فكان الصحابة يستمعون قال لهم لقد قالت الجن خيرا أو كما ورد أو قال لهم لماذا لا تقولون كما قالت الجن يعني المؤمنين فقال وما قالوا فأخبرهم من سلم أنه بعد كل ما بعد كل قراءة فبأي آلاء ربكما تكذبان يقولون لا نكذب بشيء من آلائك يا ربنا أو كما ورد هذا المعنى ولذلك الإنسان يستحب له إذا مر بهذه الآيات أن يقول لا نكذب بشيء من آلائك ربنا ترجمة نانسي قنقر